موسيقى موسيقى مساء الخير وأهلا بكم معينا طارت قدانك وفنجل عينيك موضوع حلقتنا النهاردة عن صفة سيئة جدا كثير مننا بيعملوا الصفة دي وللأسف بيربوا أولادهم عليها عايزة أقول إنه ليش بس منتشرة في المجتمع بتاعنا لكن منتشرة في العالم كله تعالوا الأول نرحب بديوفنا النجمة مننا شلبي والنجمة جنات موسيقى 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 موضوعنا النهاردة عن الكدب للأسف أحياناً وإحنا مش واغذين بالنا بنكذب قدام أولادنا وبيتعلموا ده مننا وعايزين نقول طبعاً إنه لما بنكذب أحياناً عشان نهرب من المواقف بننسى تماماً المثلة اللي بيقول الكد ملوش رجلين يعني لو كذبت مهما طال الوقت الكدة دي هتتعرف تعالوا بقى ناخد رأي ضيوفنا في الموضوع ده ونبدأ بالنجمة منا شلبي منا هل حصل وضطرت أنك تجدبي قبل كده أبقى كدبة لو قلت لأ كلنا بنوع في الوضوع ده ايه طبعاً ممكن تجدبي بس بس مش بتجدبي في حاجة ماجر يعني مش بتجدبي كدبة مثلاً تقذي أو كدبة تغيري تدلي حياتك أو تدلي حاجة ممكن تجدبي مثلاً في حاجة انتي تتخيالي أنها عبيطة هو طبعاً عادة وحشة بس ممكن تضطري تجدبي بس المهم أن ما بقى صفة أساسية ان الكدبة يعني بس ممكن تجدري طبعاً تجدبي جنات ايه شيء اللي ما بتقبليش فيه الكدبة حتى لو بتهريج هو الكدب بكل أنواع وحش طبعاً يعني كدب بس فيه حاجات طبعاً هي ما ينفعش أن الواحد يكتب فيها يبقى واضح فيها زي الشغل الحاجات دي ما بحبش فيها التهريج يعني خلاص بنتكلم في حاجة جد فلازم ما يكونش فيها منها طبعاً تعرف الكدب يتقال عليه يعني فيه مصطلحات عندنا يتقال عليه كدب لا فيه فشار وهجاس صح؟ خشار وهجاس ما هي نوعيات ما انا بقولك أن فيه فشر بقى ونخع وكده نخع وفيه كدب أصلاً الأصيل اللي هي صفة أصيلة في شخصيته هذا كدب هناك تنوع على حسب الموضة الكلمة تتطور على حسب الزمن لا 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 ممكن يبقى على حسب نوع الشيء نفسه يعني ان انا اقولك مثلا انا عربيتي هامر انا كده بفشر عليك اذا اقولك غير مشكلة انا مقدرش عيش من غيرك انا مكتب عليك وجنات بقى مصطلحات المغرب ايه في الموضوع هل بتوصفك كدب أقولك اقول كدب هي كلمة موحدة موحدة نحن نحن بتوصفك ويلا ترتق ترحب بسرعة بجنات جنات تعالوا بقى ندخل في الجد ونبدأ مصابقتنا مع بعض المرتبطة جدا في فقرتنا الأولى بالموضوع اللي بنتكلم عنه كل سؤال ليه خمس درجات أول سؤال للنجمة مننا الشربي بيقول من فترة طويلة جدا العلماء اخترعوا جهاز لكشف الكتب لكن الناس عرفوا يخدعوا الجهاز ده فابتدوا يطوروا الجهاز وقدروا انهم يعتمدوا على حاجة تانية معينة بيعتمدوا على ايه الاحاسيس ولا تغييرات الوجه ولا كمية العرق اللي بيفرز باليدين تغييرات الوجه تغييرات الوجه ومعانا بقى صديقي التاني فانجل واللي بيكون معالش كورج ويقول إجابة صح أو غلط نائه نائه افطندنا اجابة صحيحة جدا قوي اجابة صحيحة جدا خمس درجات للنجمة مننا شالابي، واول سؤال لي جنات بيقول البادو طبعاً البادو طبعاً ما بيهتموش باختراعاته وتكنولوجيا وكشف الكتب لكن لهم طريقة قديمة جداً بيقدروا يعرفوا بيها الإنسان اللي بيكدب الطريقة دي اسمها إيه؟ البشعة ولا الكذوبة ولا برعصة أوليلي تاني؟ البشعة البشعة ولا الكذوبة ولا برعصة كذوبة مثلاً ما هي من الكذوبة؟ الكذوبة سنرى فانجل والإجابة الصحيحة لا 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 الإجابة البشعة ها هي البشعة البشعة انت حتى مغربية يعني القتل الكلام ده البشعة طبعاً هي دي الطريقة البادو بيقدر يراكم بيها الإنسان ده كدب ولا لا طبعاً صعب جداً صراحة شفتي بقى؟ لا 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 تغير رهولي نحن نكمل لسه في أسئلة تانية شيلوه شيلوه نحن نكمل لسه في أسئلة تانية 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 سؤال لمننا بيقول كدبة إبريل بيطلقوا عليها في بريطانيا يوم الخدعة یا تارا في فرنسا يبطلقوا عليها ويوم الكد أو خدعة إبريل أو سمكة إبريل دعونا نقول يوم الكبب يوم الكبب أخر إجابة دعونا نقول الثاني هل هناك خدعة في الموضوع؟ هناك سمكة إبريل وخدعة إبريل وفي يوم الكبب نضيها سمكة إبريل سمكة إبريل ونرى فانجل رأيه في القصة هيا سمكة لا والله والله يتبسط والله يتبسط إجابة صحيحة جدا ومنا شلبي 10 درجات لحد الواسي لا أريد أن أقول شيئا لك هذا شيئا أنا فعلا معرفه لك ليست مهمة صحيحة مهمة صحيحة لكن فعلا معلومة مهمة السؤال الثاني لجنات تعرفي لماذا اختاروا شهر إبريل بالذات لكي يكون يوم الكبب هل لأنه عيد كاذب لرأس السنة ولا لأنه كان شهر الخصب والربيع ولا لأنه مرتبط بخروج الشمس من برج الحوت يا يا جماعة لا لا خرج من خروج الشمس من برج الحوت من برج الحوت فانجل أخبارك فانجل لا 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 انا بقى سواده؟ طبعاً الجنات الآن جيداً لاناليا السؤال الصعب أنا جاوبت كثيراً بصرافة السؤال الصعب طبعاً سيكون للنجمة جنات والسؤال السهل سيكون للنجمة من شلبي علشان لاناليا جابت السؤال في الظاهر فربنا معاكم نبدأ دائماً بالسؤال السهل أول سؤال السهل بيقول نسب جميع من في العالم بيرجع لمن؟ لسيدنا آدم ولا سيدنا محمد سيدنا محمد نسب جميع مرة واحدة سيدنا آدم سيدنا آدم والإجابة صحيحة وانا شهر سيدنا آدم والإجابة صحيحة سيدنا آدم والإجابة صحيحة 15 درجة لنجمة من نشالة وفيه السؤال الصعب مخترع أي حاجة بقى السؤال الصعب السؤال الصعب لنجمة جنات يقول الأرض تدور بسرعة حول الشمس كم دقيقة يستمر الكثوف كم دقيقة؟ خمس دقايق وثلاث ثواني أو سبع دقايق وثمان ثواني أو ثلاث دقايق وعشرين ثانية لا هو صعب فعلا ما هي الأول التي تكلم؟ خمس دقايق خمس دقايق ثلاث ثواني أو أكثر؟ ثلاث دقايق وثمان ثواني أو ثلاث دقايق وعشرين ثانية لا، سيكون سبع دقائق وثمان ثواني أكيد سبع دقائق وثمان ثواني والإجابة صحيحة والله أخيراً أخيراً أنا أجاوب على الأسئلة الصعبة أخيراً لماذا أردت؟ لأن الأسئلة صعبة أنا لا أجل لا أجل الأسئلة الصعبة لا أجل لا أجل طبعاً الآن السكور 15-5 مننا شربي وإرمو الظهر ثاني لا يمكن أن يكون هناك فرصة لجناتنا تجيب السكور عالي أحبت أن الزردات لا أنت نعم نحن دائماً نقول أولاً لكننا لدينا بنتين جمال جداً مرة أنا مرة خمسة للنجمة مننا شلبي والنجمة جناتك ماذا كنت خلاص؟ معقول خمسة لنسى أمسة قوي حقاً خلاص؟ أرمي 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 أو وإنسي بتجاوبي أحسن في الأسئلة شلبي بجد والله بجد في بتجاوبي بتكسبي في الأسئلة الصعبة الأسئلة اللي هي ده مستوى الطالب العادي دي مش قلت مش كل مرة أكتب بقى شبيدي حاجة السؤال السهل للنجمة من شلبي واسم الفنين فريد شوقي في مسلسل البخيل وأنا كان صابر ولا عوض ولا خلو عوض عوضوا الإجابة صحيحة عشرين درجة للنجمة من شلبي وبنيجي للنجمة جنات والسؤال الصعب من هو مكتشف مايكروب السل ومايكروب الكوليرا؟ حرام 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 اللي يتعامل سي يا جناة حرام بجد بجد أنا بأشتاجي على فاترو عايز أقولك على حاجة كتير قوي حد مش عارف الإجابات بس بإحساس حرام اللي يتعامل حرام اللي يتعامل أنا بشتكي بجد قدرت البرنامج أنا خلاص السؤال الصعب بيقول من الذي اكتشف مايكروب السل و الكوليرا؟ رابرت كوخ أم فرانسيسكو دو أوريلانا أم جاك كونتي طب قولي لي جنسية كل واحد وأنا هقول لا لا جنسية لهوم مخترع هذه الد المقال الذي اجمنات لا يعزي أم الأن لا لا نطلق في الجنسية هل عقر قبل العالم؟ نحن أألي하는데 إذا ما اصبحubine رابرت كوخ ألماني ولا فرانسيسكو دو أوريلانا هذا نصف يوم فرنسي الصواج定 هذا جاك كونتي ده مخلط جاك فرنساوي هيا، رقص ايه جنسية مين بقى؟ يا زيدي اوني دعوت؟ انا شمع سلامسية؟ لا، اه! لكي احدد جنسية التي اخترع هذا المصري مصري؟ مايه، ايه؟ انا سنتحدث عن من اكتشف الميكروب، الذي اختشف الميكروب السل والخولرا ؟ ايه! أحد سؤال؟ هذا سؤال حرام عليكم الميكروب السل والخولرا شرام عليكم رقص أين هي؟ الوباء السل والخولرا، الذي اختشف الميكروب اسمه؟ اسمه رابرت كوخ ولا فرانسيسكو دو أوريلانا ولا جاك كونسي طيب مش هنفع تقولي جنسيته ايه؟ يعني مساعدة كده قد انا لا يا راعي وخدي مني زي الله رأيي الأولاني؟ لا مش هوقعي خديها كده بالأولاني طيب الجنسيته خديها بالأولاني وانا هقول وانا هتجاوب رد صح احنا ما عندناش الجنسيات لا والله يعني اول وقت طيب قولي بس الأول والتاني والالتالي احنا ما عندناش نقول جنسيته احنا كده هنغشش طب قولي واحد والتاني والتلاتة اماني واحد يوسع يعني اجاوب على السؤال واخد خمس درجات بوسي والله يقولي اقولي رقاموية ولو طلعت غلطان اخدي خمس درجاتنا اهو شكل واسح اهو شكل اسمو ايه؟ انت موافقة خلاص على رأي منه دلاتي اسمو ايه بس ده واني رابرت كوخ كوخ هدكي خمس درجات له ثلات غلطات كوخ كوخ ماشي الاني الاولاني ايه يا جدا اجابة صحيحة اخيرا مارسي مارسي ايه على فكر بتجوج sugare والن انا الاabus لا 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 اعزين انت احية بقى لمنة بgesي RsV ومع سيدقة اللحظة ق emulate كده و عليا جاية واليجا revolver بجد يا منا بجد يا منا من قلبي كنت هاوتت تاسitis شوفت أمي عمي 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 العصبت دي لا انت معك زكرة وحشة السؤال الأوليني طبعا عمي عمي قلتلك أسفة ومكانش أقزي أذكرون حد دلوقتي عشرين عشرة لمنة شلبي وعايزين نقول طبعا الحظ واحده لا يكفي أحيانا خليكم معنا ولسه في الفقرة اللي جاية الأخيرة والأهم في حلقتنا النهاردة ورجعنا لكم مرة تانية وصلنا لآخر وأهم فقرة في حلقتنا النهاردة علشان كده الفقرة دي عليها عشر درجات لحد دلوقتي السكور عشرين عشرة للنجمة من الشلبي بتقول لاش يا سيتي بتتضايق بتتضايق لا بس زي ما التفاهم من خليت كده ما هي الفقرة اللي جاية هيحصل طبعا فيه مشكلة إنسانية هنسمعها مع بعض ومطلوب من ديوفنا يحلوا المشكلة دي ويقولوا رأيهم في حلها الأهم من كده هم قالوا رأيهم ده ليه بناء على الأسباب دي طبعا ديوفنا في الستوديو بيعملوا vote اللي هيخد أصوات أكتر هو اللي ليه العشر درجات تعالوا نسمع المشكلة مع بعض ونرجع نشوف رأي ديوفنا أنا عندي 27 سنة متوسطة الحال ارتبطت بولد قابلته بالصدفة حابينا بعض أنا بالأخص حبيته جدا لدرجة إنه ما بقيتش أقدر عدي يوم من غير ما شوف مشكلتي إنه أنا اكتشفت إنه هو كداب اليوم اللي أنا قلتله فيه إنه لازم يجي يقابل بابا قفل موبايله ولما واجهته بعد كده إنه هو ما بيحبنيش زي ما أنا بحبه أنكر وقالي إنه هو كان بيضحك عليّ طول الفترة اللي فاتت دي وإن بابا اللي بيقول إنه هو رجل أعمال طلع تاجر في وكالة البلح ومامتو اللي كانت سيدة مجتمع وطلعت ربة منزل بصراحة أنا بواجه مشكلة صعبة جدا مش عارف أعمل إيه يعني أنسى كل اللي حصل وتجوز واقبل بيه عشان بحبه ولا سيبه عشان ما فضلش في شك طول عمري سمعنا مع بعض المشكلة وطبعا عايزين نعرف رأي ديوفنا منا في الحالة دي المفروض البنت تتطرف إزاي يعني كده بالزبط زي فيلم أنا لأجزب ولكني أتجمل يعني هو مش فكرة إن فيه كتبة مقبول وكتبة مش مقبول بس فكرة إن حد يختلق حياة كاملة مش حقيقة يعني من جزء كبير من حب إنك تبقي على حققتك مع اللي بتحب بيه هو دلي بيخلي شخص مختلف عن أي حد انسي بتعرفيه نكتبقي زي ما انسي وبتقولي حققتك وهو اللي واضح إنه عنده مشاكل إنه يعني عنده إحساس بقى غالباً بالدنيا علشان كده قرر إنه هو يعلي مستوالي الاجتماعي ومش من المفروض إنه يبتدي حياته وهو عامل حياة تانية للشخصية اللي هو بيحبها لأن هي لو تغدد عندها وقبلت هيبتدي بقى يعمل لها حياة تانية جوه البيت وبتبقى الموضوع أسعب فما أعتقدش إن هي ممكن تكمل حياتها مع حد ابتدى حياته بخيال يعني لازم تهرب وتدوس على القلب جنات إيك في المشكلة دي حالها إيه؟ فعلاً هي لو اختارت الجواذة دي يعني لو تنازلت وقبلت بيه بقى هي كده بتعذب نفسها خلاص مافيش أزازة انسقة يعني تحت شك في كل حاجة بزاب أي حاجة بيعملها مش هتصدقه فهي كده بتعذب نفسها غير إنه هو لما رجعت رجعت قابله قال له أنا كنت بضحك عليك وأنا محبت كيش أكيد ماحبهاش لو حباه هيكون صادق معاه وهيخاف على شعب ممكن تبقى زيوجة نظره في الحب إنه هو شايف إنه هو قلين يبقى هو شخصيته ضعيفة ما ينفعش تعتمد عليه بقى هو ما أنا محبش البني أدم لشخصيته ضعيفة هو مش قادر يتقبل الوضع الاجتماعي اللي هو عايش فيه فدي أكبر مأساة ممكن مش هينفع تعتمد عليه في حياته بعد كده ولا تأمنه على نفسها ده طبعاً رأي ضيوفنا في حل المشكلة دي وطبعاً جمهورنا هيعمل فوتس على أسباب الرأي اللي شايفينها أقرب للصح أو حاسين إن هي أقرب للصح الفوتس دلوقتي جاهزة وتعالوا نشوف بكل حد من ضيوفنا تلاتين صوت للنجمة من شالبي وعشرين صوت للنجمة جنت سوف تضربني يا جماعة طبعاً يعني من شالبي أخدت عشر درجات يعني سكور بتاعها بقى ثلاثين لعشرة وطبعاً هي اختارت حالة إنسانية علشان تتبرع بجازتها للحالة دي ماهي الحالة يا بقى يا منا؟ الحالة شخص اسمه محمد جاله التهاب في الأعصاب وهو مرتبه 165 جنيه والمفروض انه هو لازم علشان يتعالج ياخد كل شهر حقنا بمبلغ كبير جداً فإحنا هنتبرع لمدة سنتين لازم ياخد الحقنا دي كل يوم فإحنا هنتبرع بإن إحنا نتكفله لمدة سنتين الحقنا اللي لازم ياخدها دي لأنه طبعاً مرتبه 165 جنيه وده راجل فرب أسرة فيعني حرامه ربنا نشفيه طبعاً والحالة دلوقتي معانا على التليفون ألف سلامة على حضرتك ربنا حلي عظيك ربنا باركلك يا رب ألف سلامة على حضرتك وربنا مع حضرتك وإحنا متشكرين جداً إن ربنا يعني ألهمنا إن إحنا نقدر نعمل مع حضرتك كده ربنا يشفيك بجد قلوبنا معاك وإن شاء الله ننتمن عليك قريب جداً ربنا في حلقة تانية وموضوع جديد من طارتا وفنجل